السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحلقة الثالثة من مسلسل زي الأمر احنا كنا موقفين عند الهو صاحب المحل لما تهجم عليها طبعا جي في اللحظة دي جزها وضربوا بقى لحد على دماغه وهي كانت مرعوبة جدا وخدها في حضنه قال لها ده كلب ولا يسوى وما تخفيش انا معاكي وهو دخل ازاي قالت له زق الباب علي وانا ماشية وكان ماشي ورايا يعني يكلم صاحبه في التليفون وقال له انا محتاجك تيجي تقف معايا في موضوع صاحبه اول ما جهه وشايف المنظر وهو قال له الكلب ده تهجم على بيتي قال له هاتمي لايا ونلفه وبعد كده نتصرف طبعا هي في الوقت ده كلمت صاحبتها وقالت لها على الموضوع قالت لها ما قدرش اجي اساعدك بس هقول لك خطة تعمليها انكوا تحطوه عند الباب اللي ورا عشان ما فيش كاميرات في المستشفى وهيلقوه وهيدخلوه المستشفى وهينقذوه ان شاء الله ده الكلام اللي صاحبتها اتفقت وقدرت تساعدها بيه وما قدرتش باكتر من كده فعلا هي جناية وما فيش حد يحد يود نفسه في دهية المهم فعلا الحيارس بتاع المستشفى لقاه وندى للناس شالته معاهم يعني معاه ودخلوه بسرعة المستشفى وعملوله الاسعافات اللازمة وحطوه على الاجهزة زي ما قلتلكم حطوه على الاجهزة في المستشفى ويعني الحمد لله ان هو طلعيش ما ماتش عشان بجد كنت هزعل قوي ان غريب هيتضر هو ومريم طبعا رجع في العربية مع صاحبه صاحبه ونصحه ان هو ما رجعش البيت دلوقتي ومريم زعلت جدا قالت ازاي المهم جزها اللي هنزلي من العربية وانا فعلا هسمع كلام رضوان ومش هرجع البيت دلوقتي في هذه الاسناء البنات بناتوا كانوا زعلانين جدا وحاسين بحاجة غريبة وبعد ما عارفوا ان ابوهم رجع البيت طب هو فين تساؤلات كتير وكانوا محترين جدا جدا وفي الاسناء دي كانت مريم بترمي اللي هو السلاح او اداة الجريمة الحديدة في النيل وارتاحت ان هي رمتها وبعد كده جالها محضر ويخبط على الباب وقال لها انا معايا قضية مرفوعة لجوزك واتخضت جدا جدا وقالت له انا دخل انا ديله من جوه وبعد كده الدنيا لفت بيها البنات جلها الدنيا لفت بيها وداخت واغمى عليها واكيد هي فكرة انه عشان انه ضرب يعني الراجل او كده يعني لكن هو انا اعتقد ان القضية المرفوعة لي دي وموجودة في النيابة عيد اللي عايز ياخد بنته هو اللي رفعها عليه مع انه غدار قال له انا مديك مهل شهر يعني بيوضب له مكيدة وسلام في الحلقة الرابعة باذن الله اشتركوا في القناة